الأزمة القائمة نتيجة عرقلة إنجاز قانون انتخابي جديد تكمن في أن كل واحد يريد أن يسحق الأقلية الموجودة في طائفته لأنه لا يريد لها أن تتمثل وهذا لا يعمر وطنا لكن مصمم على المواجهة موقف جديد لرئيس الجمهورية ميشيل عون في إطار مواقفه من ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد أدل به أمام وفد من مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب اليسعون للتهنئة بانتخابه تختصر بكلمتين ثلاثة الأزمة بس كل واحد بده يسحق الأقلية اللي موجودة في طائفته ما بده يخليها تتمثل والتانيا بده مد إيده عجاته حتى يشلحوا كما قد نيابه هذا لا يعمر وطن لذلك أنا مصمم من النواجي بعدين واحد يقول أنه حدودكم هون وقت تتخطوا الحدود أنا بعملوا بسوي ومعدين اللحم ما يتاكل مين أبي يأكل لحم هذا هم تاخدوا حقوقك وزيدك لقوا أنون عادل في صح التمثيل وأهلا وسهلا فيكون ولكن بالمقارنة ما في إرادة ينعمل أنون فإذا كانت الإرادة منتفي كيف ما ننعمر نحن مجتمع مستقر وعادي وردنا على سؤال حول علاقته بالرئيس سعد الحريري قال عون أنا مختلف معه ولهو مختلف معي بس هو وأنا من كل البلد أنا سلطة موجودة مع متعطة مع الناس أنا كل الناس من ناحية المسئولية سموني بايل كل أوكي بدي يكون بايل كل متفقين نحن لازم يتغير لأنون بس مش هو اللي عم يطلع ولا حزبه اللي عم يطلع بخالي إلى ذلك كانت لعون لقاءات متنوعة فاستقبل النائب الفرنسي جيرار بابت وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة كما التقى وفد المرشدية العامة للسجون في لبنان ترجمة نانسي قنقر